بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين خوف الاستعداد أو الخوف المقدس وعلاقته بالمجيء التاني أو بنهاية العمر أو بمقابلة المسيح لأنه الاستعداد للقاء المسيح أحد أهم مبادئ الخوف المقدس يعني الخوف في شكل تبقى قدام ربنا في الهيكل أو أنت بتصلي عندك خشوع ده اسمه خوف وخوف من الخطيئ ده شكل تاني مش عاوز تغلط وخوف من العصرة شكل تالت أنك مش عاوز حد يعصر فيك وخوف من الوصية لا الوصية مخوفاك لأنك مش عاملها فكل دي أشجال خوف من عدم المحبة خايف تكون محبتك إليه لكن واحدة من جوانب الخوف المقدس الأساسية خايف يا رب أقف وصادك بدل ما تقولي نعمة أيها العبد الصالح تقولي ما عرفكش فخيف طيب تعالوا ندرسها بقى الحتة دي اللي بيسموه خوف الاستعداد أو حياة الاستعداد أنا أحطها بشكل إيه؟ تخيلوا واحد مسافر في أطرق أو في طيار ممكن يغلط في إيه؟ حاجات كتير أولا ممكن ما يلحقش يحضر الشنط أو ينسى حاجة مهمة ويقول أخ لما يوصل ده أنا ما جبتش إيه بجامة ما جبتش مش عارف إيه يتدايق ويتعكنن يبقى واحدة من أخطاء السفر العمومي وهو ده السماء دي صفر العمر ده لما بيخلص بنقول سافر مش كام يبقى واحدة من أخطاء السفر إنك تنسى تحضر الشنط واحدة تاني إنك تسافر تلاقي نفسك معكش فلوس طبعا لو ما فيش حد يستقبلك حوصة أكبر واحدة ودي حصلت مرة معايا حطيت الباسبور في مطار ونسيته وعادت أتحرك طبعا روعه ببقى ربنا لطف يعني لقيته بس من أخطاء الفضيع إنك تنسى الباسبور تصور إنت خلاص دخلت معايا وخلاص وبعدين فين الباسبور ما جبتوش ما جبتوش ما اللي عاوز تعمل إيه فيش سفر أو تأخرت على المعات برضو دي أكيد حصلت مع بعضوك ويمكن مش كده حصلت معايا كتير تتأخر على المعات فتبقى بتجري ويلحقت يا ملحقت مش كده مش كل دي أخطاء أو في معايا قطر مثلا في محطة مصر بتلاقي ناس بتجري زعات والأطر بيجري فاللقطة دي بتخوف ليه حيلحق ولا مش هيلحق ولا هيو عطعت حاجة تخوف كده وبعدين اللي أوحش من ده كله إنك تركب بقى إيه أطر غلط أو تركب طيارة غلط دي ممكن ما بتحصلش كتير لكن قطر غلط دي مشهورة في مصر يعني بدل ما يروح طنطة يروح بني سويف مثلا بيحصل هو بوقت وبيزغل كل دي أخطاء في موضوع الصفر مش كده تعالوا نطبق الكلام ده على الحياة الروحي عشان تفتكروا عمو منع يعني إيه ملحقة تتحضر الشنطة تلاحظوا في المؤتمرات دي أقول لكم سر في بقى ناس تيجي هنا معاها جايبة شقة كلها في الشنطة يعني إحنا عادين ليلتين تلاقي ناس جايبة خمس أطقم مثلا وحاجة سوريه مثلا إيه ده إحنا جايبين مؤتمر وتلاقي واحد بقى إيه خفيف خفيف كده يعني هانت بقى كده فيها حاجة عن ماشي وخلاص عموما تحضير الشنطة للسفر أهم حاجة أنك لما توصل ما تتزناش بغض النظر عن المزاك بس ما تتزناش طيب وإنت مسافر السماء ممكن هناك تكتشف أنك نقصك حاجة ممكن طبعا بمعنى إيه زي ما قالها المسيح لا تكنزه كنوزا على الأرض اكنزه في السماء وفي السماء إيه لا ينقب صارقون ولا يفسس فتصور أنت رايح معك حكتك يعني إيه أعمال الرحمة عارفين تعبير أعمالهم تتبعهم أنت ليك حساب هناك ليك رصيد ليك ناس فأنت مسافر وإنت متطمن ليه لأنك واخد حكتك معك واخد خدمة معاك أنا صدقوني لما بوضع حد من الخدام بقول من قلبي أباخته بالذات لما يكون إيه رصيده عندي يعني بتفرق كده ياه مثلا عشرين سنة خدمة أسبوعيا بكم ساعة بكم بيت ياه أحد أنت ملياردير إيه ده الشطرة دي ما هو ده رصيد فهده الشنطة بتاعتهم اللي أنا طالع إيه مخزن تمام غير بقى اللي طالع بقى يقولك ما خدمتش عم ما خدمتش ليه ما كانش في فقرة بزمنك كانش في مرضى ما كانش حد تعبان ليه ما خدمتش بش المزيح قال كنتو مريدا كنتو عريانا كنتو جوعانا كنتو عطس ملقيتش ولا واحد من دول ليه ضيعت الفرصة كمان هنا مثلا يقول فرق أعطى المساكين بره يبقى بدل فرق ود المساكين بره أعيد له دي حاجات ما بتروحش مثلا لما يقول الفاهمون يضيقون كضياء الجلد والذين ردوا كثير مر خادم شاطر كده يعني نشيط ربنا يحمي الشباب بالذات بيجري ورا الشباب اللي بيضيع فعلنا الآية دي بتحركني الذين ردوا كثيرين إلى البر لأننا نفسي أبقى كده كالكواكب بصوا ده راحت بقى شنطيتهم مليان على الآخر ده مش احتاج حاجة في السم لأنه ده عامل حسابه فعميل فكرة مخزن كويس ومعاك نز طيب ما خدتش فلوس كفاية دي الفلوس دي اللي بتخليك تعيش في أي بلد انت رايح ما فيش فلوس في السم عملة السم الأساسية الإيمان يعني ما تقرأ عبرانين حداشر تلاقي بوليس لخص إنه كل الناس اللي عاجبين ربنا بتجرب عملة واحدة اسمها الإيمان بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه فأنت طالع معاك مثلا جنيه مصري ما ينفعش في البلد كان لازم دولار أواخد دولار ما ينفعش ده لازم مش عارف عملة إيه عملة السماء إيمان ما عندكش منه رايح السماء عالباب يقولوا لك فيش دخول انت مشتبعن هتدخل تعمل إيه جوه يبقى هنا مخدتش فلوس كفاية يعني إيمانك مش كفاية في تعبير جميل قاله المسيح فتكروه وحفظه هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله ده غني في حاجة ربنا غني في الإيمان وده تعبير برضه قاله يعقوب على الفقر قال أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وديك في خدمتكن تبتشوفوا ناس غلابة قوي إيمانهم أقوى مننا ثقاتهم في ربنا أحسن مننا كتير اتكلهم على ربنا أحلى مننا ده اسمه غني غني في الإيمان ده تاكد داخل السماء غني عشان كده قال عليها المسيح اعملوا أصحاب من دول ينفعوكوا بكرة صنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فانيتم يقبلونكم في المظال فتلاقي اللي إيمانهم قوي دول دول أغنية هناك فتبقى أنت بتتلزق فيهم في السماء دول الغلابة اللي ما كناش إيه نستعنى بهم في الدنيا يبقى سؤال أنت مسافر معاك فلوس ولا لا يعني معاك إيمان معاك اتكال معاك ثقة هو ده اللي هينفع في السماء طيب النقطة التالتة بتاعت الباسبور أو البطاقة أو الاي دي بقى بتاعك ما هو ده من غيره مش هتدخر عارفين بقى دي معناه ببساطة الهوية هنا انت متعمد ولا لا انت شبه بوك ولا لا ما احنا دخلين السماء على حس ان احنا أولاد ربنا مش دخلينها بشطرتنا فقد إيه انت شبه بوك خلي بالكوا بقى الشبه ده احنا ما يبنش قوي دلوقتي على باب السماء بيبن قوي فتلاقي القدسين ايه ده شبه المسيح قوي فدخلين بزفة بقى وملايكة وهيزة دول شبهوا قوي طيب حضرتك شبه بعيدة قوي ربنا يلطف يعني ايه مجاملة كده يعني نقول شبهه طيب وليه ما كنت تبقى شبهه اكتر ما هو الاي دي بتاعك كده الباسبور بتاعك انت ابن ربنا ولا لا قد دي سبحانه زهبيه الفم وهو بيفصر ابانا اللذي قال المفروض المسيح قال لنا نقول ابانا اللذي عشان كل مرة نقول ابانا نراجع قد احنا شبه ابونا فهمين المعنى زهبيه الفم قال كل مرة تيجي تقول ابانا اللذي اول حاجة تيجي في بالك انا شبهك ولا لا يعني لو مش شبهك حتى لو قلت ابانا اللذي مش هدخل السم فالباسبور او البطائق الصورة دي قد ايه شبه المسيح انتو عارفين الايقونات بتترسم على شبه المسيح تقطيع القدسين بيقصودوا يرسموها على الصورة الاصلهي حلاوة المسيح فبطلعوا كلهم شبهوا بعض كل القدسين لانهما عيلة واحدة بس هما كلهم متبرمجين على النسخة الاصلين كمان الباسبور مقصود بيه هنا اسم المسيح اللي عليك ما هو اسم المسيح يدي البنوة للآب يعني ليس بأحد غيره الخلاص ليس اسم آخر تحت السماء قد وعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص فانت الاد بتاعك او الباسبور اللي بيعديك فأي بلد عشان تدخلها تخيل واحد معه باسبور كندي او باسبور امريكي بيوصل المطار مش قلقان ليه باسبوره تبع البلد دي اللي واخدين فيز بقى زي حالتنا يا رب بسطر وبقى يطلع لهم مشكلة من الهوى بقى يعني يقول لك كورونا ارجع بلدك لكن صاحب البلد ما عشب يعرف يكلمه انت يوم ما تعمت وبقيت بتقول اسم ربنا يسوع بقيت صاحب البلد صاحب السماء فانت ليك مكان ما عشب يقدر يقول لك ما تدخلش ليه لانك مكان ده بتاعك لان احنا خدنا الروح القدس عربون ميراسنا تعجبني قوي جملة في صلاة المعمودية عابونا قبل ما يغطس الطفل يقول جملة حلوة ما بتسمعوهاش غالبا في الزيطة بتاعت التصوير اكتب اسمه في كتابك واحسبه مع شعبك منقول كده الربين اكتب اسمه في كتابك يوم الملاك يدون الاسم خلاص قبل ما تغطس على طول عشان كده نعمله زفة وانهيصله ليه تكتب اسمه خلاص فمتسجل في السماء واخد الباسبور خلاص السماوي يعني عشان كده يقول لان كل من يدعو باسم الرب ياخوه ومن هنا جت عظمة صلاة يسوع لما المسيحي فينا يفضل ينادي على اسم يسوع كتير كده زي اللي ايه بيتأكد ان مع الباسبور ده فعلا تبع السم يبقى خلي بالك وقلنا كذا فكرة اول فكرة حضر شنطتك يعني حوش في السماء مش في الارض وقلنا كمان خد فلوس معاك يعني خلي عندك ايمان واتكال وثقة في ربانه الباسبور بتاعك خليه اسم ربنا يسوع بخليك شبه ابوك ومعاك الاسم عشان تعدي طيب حكاية التأخير بقى ربنا ارحم تأخير يلحقت ملحقتش دي بقى لها نصوص تخوف في لعه 13 بالزاد ده نصي خوف لانه لما سألوه اقليلون هم اللذين يخلصون مارداش يجاوب قليل ولا كتير الاكتهدوا لان في ناس هتيجي متأخر مش هتدخر دي شبه بتاعة العزارة الجاهلات اللي راحوا ورجعوا لأول باب تأفر فدول اتأخر زي باب الطيارة تأفر او القطر تأفر خلاص مش هتدخر فهنا بعدما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب زي حكاية عيسو اللي قرناها دي ها لا دموع دي ما تنفعش ما هو كان ضيع البركة والبكرية قبل كده فبقيته بره بتقوله يا رب يا رب لا لا توليت خلاص تأخرنا اوه يبقى الواحد يخاف يتأخر طب اللي يخاف يتأخر يعمل ايه يروح بدر مش كده مع عدد طيارة 11 ما تروح من 8 لكن اللي مزبط روح يوصل 11 اللي رابع لا تفلت منه تلاقي الشرق العروبة واقف خلاص كده روح خلاص ومش السنة الجاية بقى طب ليه تغامر السماء مش عاوزة مغمر فما تغامرش بالحاجات الكبيرة فما تتأخرش تتأخر دي على فكرة في كل حاجة ما تتأخرش على الإنجيل ما تتأخرش على الأداس ما تتأخرش انك تسامح حد ما تتأخرش عن الاعتراف ما تتأخرش انك تحاسب نفسك ما تتأخرش انك انت تاخد قرار مهم يتاخد بسرعة حسن تسيب غلط في حياتك ما تأجلش لانك لو أجلت هيفوتك المعد وضحت الفكرة ففكرة التأجيل أو التأخير دي خطر قوي لان في ناس أجلت التوبة فجأة العمر خلص وكانوا فاكرين ايه ده احنا موتنا بدري ليه ايه ما محدش كان يقولك المعد وكان حد قالك لازم تعدي سن معانا عشان تموت عشان كده في تعبير جميل في مزمور تسعين وده بينسب لموسى النبي احصاء ايامنا هكذا علمنا فنقطة قلب حكمة يعني يا رب خليني دايما شايف انه عمري قصير وبيجري وبيخلص عشان يبقى قلب حكيم فاللي دايما واخد باله انه العمر قصير خايف مايلحقش اللي خايف مايلحقش بيلحق فاهمين ادي كلمة خايف هن اللي خايف مايلحقش بيلحق اللي مش خايف ما بيلحقش في ناس قلبها جامد بزيادة تلاقيها بردة كده وجاية تتمشى والقطر خلاص هيتحرك خلط لا اللي بيجري بيهم كده عارف انه العمر اقصر من انه يحصل فيه تأجيلات ما نأجلش تعبير تاني يقوله يا عقوب انتم الذين لا تعرفون امر الغد لانه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعيشنا نفعل هذا او زاك اما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم عارفين الافتخار في هنا ايه لما الواحد يقولك انا السنة الجاية هعمل اللي بعدها بقى بالراحة اخوي شوي ضامن قوي يعني جاية واللي بعدها ولا ما بتتكلم بصيقة زيادة ده اسمه افتخار رديق ليه طب قول ان شاء الرب قول له وعيشنا ما تفتريدش يعني انه خطتك لازم تمشي يعني فكر نفسك يعني انه ممكن قوي ما توصلش لللي جاية ولا اللي بعدها مثل القديسة بيفوق بيقول طب قول حتى يعني لم روحك وقول ان شاء الرب وعيشنا ركبت بقى القطر الغلط ده دي بقى مشكلة اكبر واكبر بقى اللي هو المسيحية الغلط اللي بتفكرنا بكلمة المسيح لما قال ادخله من الباب الدايق ده القطر المزبوط الباب الدايق الطريق القرب لان القطر المكيف قوي ما بيروحش السماء ما اوسع الباب ورح بالطريق الذي يؤدي للهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه اذا سكة السماء ما ينفعش نقلد الناس فيها لان اغلب الناس بتختار قطر غلط سكة غلط فمفعش تقلد هنا صور واحد دخل فلقى كل الناس طبور على طيارة معينة فرح وقف في الطبور يا عمى دي مش طيارتك مش تسأل الاول بيودي على فين ده ولك من الناس كلها وقفة مقف خطر فهنا ده فيه ناس كتير هبتعمل كده انها بتركب النمر غلط اللي هو بقى ياخد مسيحية معدلة مكيفة متفصلة على مزاجه يعني فيها اخطاء كتير قوي محللة لا حبيبي ما بيدخلش السماء تكلمت او بلاش تناول بلاش اعتراف بلاش كهنود بلاش شفاعة بلاش صيام ايه يا عم ده مش هو ده سكة السماء اللي المسيح قال فين الطريق الدايق خلينا في الدايق طب ما قليلين معلش خلينا مع القليلين دي سكتك انت دي السماء اللي فيها صليب تعبير جميل قالوا في تسنية عشرين مشاهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختاري الحياة لكي تحيا انت وانس لك يعني دايماً قدامنا سكتين طريقين طريق حياة وطريق موت طريق بركة وطريق لعنة طريق شر وطريق خير طريق حب وطريق كراهية طريق المسيح وطريق الشيطان الحكاية واضحة فربنا بيقولك اختار الحياة فيش اكتر من كده طب ما تختار اللي انت لا ما ينفعش لازم انت اللي تختار يفضل الاختيار عندك طب اسأل ربنا اسأل ويقولك اختار هيك ما واضحة اختار التعب اختار الصلاة اختار حب الناس اختار التضحية اختار الاحتمال اختار كل الخير خلص تبقى انت ماشي صح لكن تختار اللعنة وتقولها اروح السماء طب ازاي بقى اذا موضوع الاستعداد ده احبا ايه يخلينا نفكر كتير يا ترى انا مستعدة اللي لا كنيستنا غاوية المعنى ده كنيست اللي بطيب الزات تشغلنا بيه كتير نقول شوية امثلة كده من الطقس مثلا ما فيش قداس الا وانا انتظر قيامة الاموات ما فيش قداس الا اؤمن واعترف الى النفس الاخير واخدين بالكوا سيرت الايه النهاية دي في دماغنا ايضا يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس لملك ينقضع تعال نروح على الاجبهي تلاقي من غروب وطالع كله على اليوم ده من اول الغروب اصحاب الحادي عشر عن اخر اليوم مش كده تروح على النوم انا عتيد اقف امام الديان العادل خلاص وصلنا تروح على نص الليل العريس وصل انت حكيمات ولا جاهلات ستلاحظوا غروب نوم نص الليل ستار كلها مركزة على المقابلة دي تشوفوا قد دي الكنيسة وبعدين النص بتاع الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام ايه حلوته عشان الكنيسة تحطه في النوم وترجع تحطه تاني في نص الليل خلصت الان عشان الجملة دي الان تطلق عبدك بتقدر تقول لا جاهز من الليل دي طب مش جاهز طب جاهز روحك لتكون الليل دي سهمتوا المعنى فتحطها لنا في النوم وترجع تحطها لنا في نص الليل تاني شوفوا قد دي كريسة مركزة على الاستعداد عشان ما ينفعش اتغمض عينك وتنم وانت مش جاهز مافيش حاجة اسمها كده مزع على الحد وهتنام ما صلتش وهتنام ما عملتش ما قدمتش توبة وهتنام قلبك مليان خرابة جوه وهتنام هتنام ازاي هلحسن ما يطلع لكش صبح فواضح ان الاستعداد شاغل كنستنا جدا انها ام ام عاوز عيالها يروحوا السامة فمتعطت ضد عائلنا بطول طلع عمره والصحة كنستنا ما بتقولش كده كنستنا دايما بتفكر تروحوا السامة ورانا ورانا كده لازم تدخلوا السامة ده المهم لكن تعدي اللي من دول بالطول بالعرض مش دي المشكلة الحكمة بقى فين من الموضوع اخر نص يقول ايه ليست هذه الحكمة نازلة من فوق دي الحكمة الارضية بقى حكمة انك تعيش النهاردة او بكرة في الدنيا دي حكمة شيطانية ودي اغلب الناس مركزين to enjoy today or tomorrow المسيحي عايز after tomorrow تفهمنا؟ تاني اغلب البشر مركزين يا النهاردة يا بكرة المسيحي العائل عايز في بعد بكر لانه بكرة مايفرقش كتير عن النهاردة النهاردة خلص وبكرة هيخلص والعمرة هيخلص بالطول بالعرض ناكل نتحك نشرب بيخلص المهم في اللي ما بيخلص فتلاقي كنيسة دايما بتقول لنا عامل حساب بعد بكرة تقول لا 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 انا محاوج لعيالي البكر وانا قلت هعجز فامرتب نفسي لما عجز اتفسح فين ايش شغلة انت مركز هنا برطو انت بتحسب غلط بتفكر غلط دي مش حكمة دي ليست هذه الحكمة نازلة من فوق هي أرضية نفسانية شيطانية وتلاقي معها الغيرة والتحاسم طب الحكمة اللي من فوق الحكمة اللي من فوق هي اللي تخليك جاهز للسفر معك باسبورك سنطة مليانة مجاهز نفسك معك ارشين كويسين في ناس مستنينك الناحية التانية مظبط جاي في معادك ومن بدري وجاهز ومستعد تدخل طوات في كرسيك كده مظبط الأمور مستعد قلب يا الله مستعد قلب ناس كده تحسوا وهي رايحة السماء بذات الكورونا دي انا ودعت كم واحد فيها كنت بقول ايه العظمة دي مستعدين بجد عشرة على عشرة يعني صلاة ايه وصوم ايه وحب للناس ايه وخدمة ايه وامانة ايه وق يعني مختون طبعا مستعدين بجد اللي قاعدين زينا ربنا قالك لا توجدوا الوقت ما تدخلوش ولا فيش لا باسبور ولا جنطة ولا خليكو خليكو شوية بس استعدوا بقا لان كله لازم يمشي فلازم نجهز روحنا فهنا الحكمة الحقيقية تخليك وعي قوي بالحتة الحكيم هو دايما اللي شايف انه الحكاية هتخلص ومش مش مرعوب من اللحظة لا بس مجهز ليها مركز فيها بس مش مرعوب منها ليه بالنسبة له هشوف المسيح حبيبي واشوف العدر امي واشوف الملايكة وحصل الحبيب اللي سابقوني قبل كده واتعرف على بقى الاباء الانبياء والرسل والشهداء ايه الجمال دا كله بس انا جاهز ولا لأ ايه دي اللي شغلاني فالاستعداد حكمة والاستعداد خوف مقدس الخايف يعني كل عارف انه ايه مش بس اغلب الناس مش مركزة لليوم دا مش مركزة فيه بس كان عندي واحد يقول لي ايه يعني عاوز اسيب حاجة للكنيسة وكده قلت له طيب ماشي تحب تعمل ايه وراجل كبير كده زيادة فيعني كان حد قال له ايه تكتب بطريقة معينة عشان بعد ما تمشي حاجتك تروح الكنيسة فقال لي ايه كلام الفاضي دا بقى انا بعد ما مشي قدل رباني وقابل رباني ازاي اقول انا اطمنت لغاية ما مشيت دا حتى تبقى عيبة مش هتديله وانا وانا واعي عجبني المفهوم الايمان الجميل دا لا مش حاجة اسمها بعد ما مشي بعد ما مشي ما هو ابويا ومسؤول عني انا هدي من دلوقت وانا عايش وانا واعي فهنا دا ايمان حقيقي دا الناس بتستعد بجد لانها بتجهز للسماء بصحيح ومركزة عالسماء لكن يا ما ناس فضلت تكوش وتحوش وتتخانق وبعدين خلص العمر بس دول مش جهزين للسماء ومش هعرفوا يرجعوا يكملوا القضايا والمشاكل اللي كانوا فتحوا فيها رباني يحمينا كلنا ويخلينا مستعدين للسماء لإلهنا كل ما جذكره